أكدت وزيرة الصحة في تصريحات لأكسترانيوز أن الوزارة توفر كافة الأدوية لحالات المخلطين والعزل المنزلي والحالات الحارجة دعية المواطنين إلى عدم تخزين الأدوية لتوفيرها لمصاب كورونا إحنا عملنا اجتماع الأسبوع اللي فات بغرفة صناعة الدواء والتحدي الصناعة والشركات المنتجة لهذه الأدوية وخدنا منهم وعود وأوفوها الحقيقة أرجو أن المواطنين ما ياخدوش الحاجات دي يخزنوها ويسيبوها للمريض الحقيقي المحتاجها وإن شاء الله إحنا وزارة الصحة موفرة كل الجرعات للمخلطين والعزل المنزلي والحالات الحارجة بيان الأمس فيما يخص أعداد الكورونا كان الأعلى فيه عدد الإصابات والأعلى فيه عدد الوفيات كيف تري دلالتك هذا وما هي الرسالة التي تقدميها للشعب المصري والمواطنين؟ خلينا أقول أن النهاردة احتمال برضو يكون حالات الوفيات أكتر من مبارح السبب واضح جدا وده السبب لما رجعنا حالات الوفيات بشكل عام في مصر السنة دي في الشهور دي مقارنة بالسنوات اللي فاتت لقينا فيه زيادة في المتوفين من أمراض القلب والسكر دي واحنا من أول الكورونا قلنا هندي علاج لثلاث شهور متواصل عشان نخفف على الناس الحقيقة الزيادة في الأمراض غير السرية في وفيات أمراض غير السرية أكد بينعكس على الناس دي لو أصيبت بكورونا بتبقى مهددة في حياتها أسرع من أي حد وبالتالي بقول يا جماعة اللي عنده أمراض مزمنة يروح وزارة الصحة في كل الأماكن ياخد العلاج سواء على نفقة الدولة أو على نفقة التأمين الصح ويعمل الفحوصات ونتأكد من سلامته لأن الأكثر فئة يعني بنخاف عليها في الكورونا هي فئة اللي عندهم أمراض مزمنة وخاصة كبار السن منهم فلما زادت الوفيات من هذه الفئة زادت برضو وفياتهم في الكورونا فأرجو أن المواطنين يتوجهوا وفرصة أن ناشط كل القطاع العام والخاص بأنه هو بالعمل المنتظم والدائم مش بس في الكورونا ولكن في الأمراض غير السرية سيسكر والضغط والأورام علشان نخفف على المواطنين وعلشان نحافظ على نسبة الوفاة ما تزيدش أخيرا هناك حديث حول ارتباط الإصابة بفيروس كورونا وفاء صائل الدم المختلفة ماذا صحة هذا الكلام وماذا صحة أن هناك فصائل الدم تكون هناك أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا الحقيقة كلام غير دقيق حتى الآن وفيش أي أوراق علمية بحثية مسبتة بتأكد هذه النظرية وبتقول احتمالات ولكن فعلا حقيقي أن نسبة الزكور للإناس في كل العالم في الإصابات هي من 60 إلى 40 يعني الزكور أكثر من إناس بزيادة بسيطة وده بينعكس طبعا في الوفيات ولكن ده مش بس في مصر ده في العالم كله أن الزكور أكثر عرضة لإصابة من السيدات اشتركوا في القناة